السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن أتمنى من كل المتابعين الكرام وكل من يشاهد هذه الحلقة أن يضغط على زر الإعجاب لأن الضغط على هذا الزر يحفزنا كثيرا وأيضا لا تنسوا تفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد ونحن في قناتنا اقتربنا من 500 ألف مشارك أتمنى أن تدعمونا بالاشتراك لمن يشاهدنا ويريد الاندمام لهذه القناة حتى لا أطل عليكم أترككم مع تفاصيل هذه الحلقة الخطيبة السابقة لهاشم البستاوي تصدمه وتعلن عن خطوبتها أعلنت الخطيبة السابقة للفنان المعتزل هاشم البستاوي دخولها القفص الذهبي وذلك من خلال أحدث منشور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوات إنستجرام وعمدت وفاء الصمار على نشر صورة رفقة زوجها عرفقة بتعليق جاء فيها أقدم لكم الشخص الذي فتحت له قلبي أخيرا توحدنا أمام الله أحبك الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مباشرة عاقبها إنهالت التهاني والتبريكات على الصمار من قبل أصدقائها ومتابعها عبر تطبيق الإنستجرام ويذكر أنه عقب أيام قليلة على تسريب صور خطوبة الصمار والبستاوي التي جارت تدولها على أنها الصور الخاصة بعقد قرانهما عامل ناجل الفنان محمد البستاوي على فسخ خطوبتها الأمر الذي دفع خطيبتي السابقة إلى الخروج بتوضيح عبر حسابها على الإنستجرام وجاء فيها اعلموا أنني لم أرتبط يوما الصورة التي شاهدتم هي في حفلة خطوبتي ولا أكثر علما بأن أشخاص كثر أقدموا على فسخ خطوبتهم فيما بعد وتبعت قائلة أنا لست مسؤولة على كل هذه الإشاعات نشرت صورة على حسابي بالإنستجرام فأخذها أحدهم ودون عليها ما يعتقد وجميع اعتقاداته خاطئة ويشار إلى أن الفنان هاشم البستاوي كان قد أعلن مؤخرا اعتزاله للمجال الفني الذي عزاه إلى أسباب شخصية متبرئا من جميع عماله السابقة التي طالب محبيه بحذفها كما عمض أيضا على حد في جميع صوره ومنشوراته عبر حسابي على الإنستجرام الذي بات ينشر به الأدعية ومنشورات دينية تارق البخاري يخرج عن صمته بعد نجاته من حادث سير خطير نشر الفنان تارق البخاري صورة لسيارته وهي في حالة يرث لها بعد الحادثة التي تعرض لها مساء يومي الأربعاء معلقا عليها بكلمة الحمد لله وتفعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي نشرها الفنان تارق البخاري والتي تبين أنه نجى بعجوبة من الموت وتشدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي تارق البخاري تعرض ليلة أمس الأربعاء لحادث سير خطير في التارق الساحلية الرابط بين تتوان والحسيمة قرب مركز أمثار وأشارت مصادر عليمة أنه جرى نقل البخاري إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية مشيرة إلى أن حالته الصحية جيدة في حين تعرضت سيارته التي كان على متنها لخصائر كبيرة وفادحة وكان الفنان تارق البخاري متجيا إلى الجبهة لحضور مهرجان الجبهة الدولية للفيلم التربوي في نسخته الأولى كذيف شرف وفاة الممثلة التركية سامرا دينشار بعد معاناة طويلة مع المرض توفيت الممثلة التركية الشهيرة سامرا دينشار عن عمر يناهز 56 عاما بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة اشتغرت سامرا دينشار في العالم العربي بعد مسلسل الشمال والجنوب الذي لعبت فيه دور والدة كوزاي وجوناي وزادت شعبيتها بعد مشاركتها في مسلسل عروس إسطنبول بدور ريحان وبعد مسلسل الغرفة الحمراء آخر المسلسلات التي شاركت فيها سامرا قبل وفاتها ولا يزال يغرض في الوقت الحالي الممثل المصري محمد رمضان يثير الجدل بسبب إلقائه للأموال تعرفوا على التفاصيل تداول المشاطة على مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو مثير للجدل للفنان محمد رمضان من حفره الأخيرة الذي قدمه ضمن موسم الرياضة 2021 وظهر رمضان في الفيديو وهو يمسك كيسا كبيرا أخرج منه أموالا وقام بإلقائها على الجمهور الحاضر للحفل مما تسبب في غضب عدد كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا الذين وجهوا لهم الانتقادات على تصرفه هذا ليسبب أزمة جديدة ضمن أزماته المتعددة في الفترة الأخيرة وكان محمد رمضان قد ظهر على مسرح الحفلة وقد فتح أزرار قميصها الذي كان يرتديها ليظهر عاري الصدر والبطن رغم تعهده في نقابة الموسيقيين بأنه سوف يلتزم بالقواعد التي وضعت النقابة بالتزام الآداب العامة على المسرحة وكان محمد رمضان قد أثار الجدل بظهوره على مسرح موسم الرياضة منتديا العقال السعودي واكتفى بوضع شهل من الحرير على نصفه العلوية ليظهر عاريا طوال غنائه في الحفلة يذكر أن الفنان محمد رمضان قد أعلن مؤخرا عن تعاونه مع النجمة الهندية أورفانشي روتيلا في ظهورهما سويا في أكثر من حدث وقالت أورفانشي روتيلا إنها علمت محمد رمضان عددا من الحركات الاستعراضية الهندية ومن المقرر أن يؤديها في فيلمهما من المقرر أن يحيي الفنان محمد رمضان حفلا غنائيا جديدا بفاميلي بارك في نوفمبر الجارية الطفلة لينا تكشف سر علاقتها مع سعد المجرد في لقاء مع أحد المواقع الإلكترونية تحدثت لينا الفتاة الطانجاوية الصغيرة والمشهورة في منصات التواصل الاجتماعي عن لقائها مع المغني المغربي سعد المجرد وقالت لقائم الفنان العالمي دينا عم سعد المجرد كان أكثر من رائع لسيما ضرف دياله ومعامل دياله معايا كأنني بنته وأشكره كثيرا وأضافت صراحة العبنة واستمتعنا خلال تصوير فيديو كليب انتحياتي وأدعوه لزيارتنا في طانجا في أقرب وقته وحول الفيديو الذي دارت فيه ويترقص مع سعد المجرد علقت لينا بالقول بالنسبة لذلك الفيديو الذي تصدر الترند جاء عفويا ولم يكن مبرمجا أن ينزل على اليوتيوب وتحدثت لينا عن رحلتها لدبي قائلة كنت في تلك الرحلة مؤنسة بطاطف رح الفاسي قمنا بأنشطة جميلة جدا كالجولة بالهيلوكوبتر وزيارتنا لبرج خليفة وسباحاتنا مع الدلافين نالت هذه الأشطة إعجاب متتبئين وأريد أن أقول لها أحبك تاتفاتي هي صديقة العائلة وأفرح كثيرا بوجودها بجانبي ولعبها معي ونشارك أي شيء مع متتبئين وعلاقة معها لا يمكن لأحد أن يقطعها بعد إداعتها بدبي في الرواد يطالبون بحلقة سعد المجرد بمصر لليوم الثاني على التوالي يضج تويتر بمطالبات شديدة اللاجة من فانز المطرب المغربي سعد المجرد لإذاعة حلقته التي شجلها في برنامج صهرانين مع النجم أمير كرارا كان على هاشتاغ الذي أطلق أمس سعد المجرد في دبي إمتى في مصر يا كرارا في إشارة إلى أن الحلقة قد تمت إداعته على تلفزيون دبي الأسبوع الماضي وحققت نجاحا مدويا ومشاهدات عالية وطالب فيه مدوينون مديع الحلقة النجم أمير كرارا بالتدخل وإنهاء أزمة ضيفه الذي وافق على الظهور معه رغم امتناعه عن التشجيل مع القنوات والبرامج التلفزيونية منذ أكثر من خمس سنوات وقال جمهور الفنان المغربي في مصر إنه من غير المعقول عدم إداعة الحلقة حتى الآن في مصر رغم مرور شهر كامل على تصويرها تفاعل جمهور سعد المجرد دشنا اليوم مدوينون مصريون ومغاربة هاشتاغ هنفضل صهرانين في انتظار حلقة المجرد وتم رصد العديد من التدوينات الغاضبة فيما استعانت تويتات بمقاطع فيديو من الحلقة التي أديعتها على تلفزيون دبي ونقل آخرون تصريح للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بأن سعد المجرد ليس ممنوعا في مصر وأنه لا يحق لأحد كائنا من كان المطالب بمنعه طالما أنه لم يصدر ضده أي حكم نهائي في القضية التي لا تزال مطروحة أمام المحاكم الفرنسية وكان لافتا مشاركة مدونين مغاربة في الهاشتاغات التي انتشرت مساء أمس واليوم وظهر واضحا غضب المغاربة الذين يشعرون باضطهاد غير مبررة خاصة بعد الموقف الذي تعرض له نجمهم ردوان أشهر موزع موسيقي عالمي في مهرجان الجونة حيث لم يتم ذكر اسمها في أغنية الافتتاح التي تم أداؤها على مصرح الجونة وأصدر مهرجان الجونة وقتها اعتدارا رسميا لردوانا نشاط الفنان المغربي سعد المجرد كان سعد المجرد قد حل ضيفا على مصر منذ أسبوعين لإنجاز أغاني جديدة له مع شعراء وملاحنين مصريين في إطار تعاقده على ألبوم جديد وقام أثناء وجوده بتصوير حلقة مع الفنان أمير كرار في برنامجه المعروف صهرانين ثم فوجئ بعدم إداعة الحلقة وفسرها جمهوره وقتها بعدم وجود مساحة وقتية نظرا لاحتفالات القناة بأعياد أكتوبر وقام وقتها سعد المجرد بتهنئة مصريين قيادة وشعبا وجيشا بهذه الأعياد وتزامن مع التأجيل ظهور هاشتاغ على تويتر يطالب بمنعه من الغناء وهو الأمر الذي استنكرته إدارة الفنان المغربية وكان سعد المجرد قد اقترب من الاحتفال بوصول عدد مشاهدي أغنيته إن تم علم إلى مليار مشاهدة بعد أن حقق بإجمالي أغانيه ثلاث مليارات مشاهدة وهو الرقم الذي يرشح لدخول موسوعة الأرقام القياسية واستغرب الفنز المغربية من تلك الحملات التي تنظم ضده رغم أن الجمهور المغربية يرحب بالفنانين المصريين بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله فلا تبخلوا علينا بالدعم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر